موقع كل بيت اليوم بزيارة لعيادة الميدان لطب الأسنان مع الطفل علي اللي حابب كتير يشوف الدكتور يوسف طاهر اللي دايما متابع حالته تعال أبي تعال يا احبا صديقي شعا معاكم شوانك 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 تقوضك تمام ها مان يكن خلط مزور للاينا ها مان مش مان تجي منزمان شوانك تقوضك مان تقسيك مان شاهدت إنّتاز اهلاً وسهلاً حياتكم والله أنّ حابّ بالبدائي أشكر موقع كل بيت على تشريفهم بالعيادة الميدان اليوم أنا حابّ أعرفكُم بنفسي، معكم التيرير يوسف حسن الطهر من عيادة الميدان �صائي طب أسنان الأطفال بل عيادة أهلاً وسهلاً حياتكم وربما ważne في يدوني عنا حابّ أتكلم عن طب أسنان الأطفال ليش طب أسنان الأطفال مهم؟ ليش في تخصص اسمه طب أسنان الأطفال؟ طب الأسنان الأطفال يعتني بالأطفال من الولادة إلى سن 8 شرق سنة أنواع الأطفال لدي زيارة طبيب الأسنان حبي نتكلم عن أنواع الأطفال عند زيارتهم طبيب الأسنان على طبيب الأسنان تعاون مع الأطفال مختلف سلوكياتهم مختلف وعب مدى تقبلهم بالعلاج من نسبة لأنواع الأطفال عندنا مقياس جدا مهم في طب الأسنان الأطفال اسم المقياس فرانكل فرانكل سكيل فرانكل اسكيل هذا قسم الأطفال على حسب مدى تعاونهم مع طبيب الأسنان المستوى الأول من المقياس فرانكل هو نقول F1 هذا الطفل غير متعاون وسلبي جدا مع طبيب الأسنان غير متقبل العلاج نهائيا يصل حتى الجلوس على كرسي طبيب الأسنان المستوى الثاني اللي هو F2 هنقول فرانكل من المقياس هذنين هذا الطفل أيضا سلبي غير متعاون نوع المار لكن نيض ممكن يجلس على الكرسي وبس يبدأ الطبيب بالعلاج رح تلاقي يبدأ بالصراخ وعدم تقبل العلاج لكن في النهاية ممكن علاجه المستوى الثالث من مقياس فرانكل F3 هنقول اللي هو الطفل المتحفظ نوعا ما ممكن يتقبل العلاج ممكن علاجه لكن تلاقي دائما يتبه مع طبيب الأسنان يتبه على أي حركة يتبه على المرضى شو ما قاعد تسوي يتبه على كل حركة مع طبيب الأسنان لكن عنده بعض التحفظ لكن ممكن علاجه المستوى الرابع أو الغفظ هل طفل متعاون جدا متعاون جدا متقبل العلاج وعنده فضول انه يعرف كل شيء حاب انه تلاقي إذا تسأله شون قدك تصير متكيبين يعني راح يقول لك هون دي أصل طبيب الأسنان حاب جدا طبيب الأسنان ومتقبل جدا لفكرة العلاج عن طبيب الأسنان ورح نشوف المشهد التالي كيف كان الطفل علي من النوع المتعاون جدا مع الدكتور يوسف اوكي خليك تسينا شاب نرجع ونا علي حبيبي نرجع شوية برد نرجع بعد 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 هنا بعد هنا شاب اي واح شاب خلينا نشوف نرجع 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 معينة الثانية في تقسيمنا للأطفال عند زيارتهم قبيب الأسنان تقسيمه حسب الأخصائي النفسيين قسمونا الأطفال إلى طفل العنيد طفل خجول طفل مدلد طفل الخائف أطفال لعاقة أو الأطفال المتعاملين تقسيمة الأولى الطفل الخجول الطفل الخجول عادة ما أول ما يديش العيادة تلاقيينه أو تلاقي مختبئ على طوله من خش وراء أمه من خش وراء أبو لازق بأبو لازق بأمه تلاقيين دائماً عينة على الأرض إذا طبيب يكلمه ما يرد على طبيب شلونك حبيبي شخبارك تلاقي بساكة ما يرد على أحد ولا يرد على المرضى ما يرد على أي أحد الطفل هذا عادثاً ما يكون جداً متعاون لكن محتاج إلى بعض التشجيع النوع الثاني من الأطفال حسب دراسات نفسية هو الطفل مدلل أو طفل دلوع مثل ما نقول احنا دلوع أمه وابو تلاقي هذا أول ما ديش تلاقي لازق بأمه وابو يلطف يعني بس تقول راح تطلب أمك وابو تلاقي على طول سكت وبدأ يتقبل العلاج النوع الثالث من هذور الأطفال نقول الطفل العنيد الطفل العنيد هالطفل غير متقبل للعلاج نهائي غير متعاون تلاقي أول ما بدأ يقعد على الكرسي راح يقول لك ما راح يفتح حجي ما راح يتعالج ما بيتعالج الطفل هذا جداً صعب وغالباً طبيب الأسنان ما راح يقدر يعاجل يحتاج إلى حزم يحتاج إلى شدة من طبيب الأسنان ممكن ينجح علاجه ممكن لك النوع الرابع من الأطفال الطفل الخائف الطفل الخائف عنده التباك عنده خوف مضيب الأسنان ممكن مرض تجربة سيئة من قبل لكن نوع هذا من الأطفال يحتاج إلى عبارات تشجيعية يقول له يا بطر يا شاطر يا قوي بفتح حجي بتنسل أسد بفتح حجي بحتاخذ هدية نوع من هذا من الأطفال ممكن علاجه لكن يحتاج إلى عبارات تشجيعية ممكن حفزه عن طريق هدية لكن في نهاية إن شاء الله ممكن حلاج من أخرى من الأطفال ترجمة نانسي قنقر